لماذا لم تقبل الإقالة؟ لأن الأخضر بن تركي عنده علاقات أكبر من وزير الثقافة؟ لا لأنه ممكن، ممكن مش عنده أكبر لأن الشيلين دار الظلم والظلم يعني ظلمات يوم القيامة ما تظلمش لكان رئيس حكومة نذاك بنوردين بدوي لا كان بن يحيا، يحيا ولي ويحيا ويحيا لم يقبل الإقالة لا ويحيا قبل الإستقالة، كان الأمر من رئاس الجمهورية لما وصل التقرير، كان فيه الناس يعني دا تكلم تقالي ودي راح فيه ظلم وهي الأسباب الحقيقية مو الشي اللي رمي بوله عليا الغاوة لكن الشي اللي يقولك عليه عم واش ما تلاقيهناش الأكثر من هذا وجدار في مدة السنة هديك نحى المهرجانات المؤسسة وحنا كنا ذاك الوقت نطالب بالمهرجانات تكون تابع المؤسسات ما يشل الخواص لأن في المؤسسات قدر تراقب في جهات أخرى واحدة زكار طابل وحافظ مهرجان وغير الخير هذي هدو التبديد توقف مهرجان تيمقاد من تسيير تعدي ووضع تيمقاد، يعني كان يصفي في حساباته معه، كان غالد، كان يصفي حساباته مع البلاد لا يصفي حساباته مع الأخذر بن تركي؟ تصفي حساباتك، لماذا معي هنا؟ على أي أساس؟ أنا في حياتي، من اللي تخلق المياني، الشي اللي تربيت عليه، وشي اللي يعني عشت كان قابل عشت كمجموعة أنا كنت في الأفتاك في درية مهاشمي الشريف قال الله يرحمه، إنسان مجاهد ومناضل وذلك، كان عنده رأي كان عنده رأي معاكس كنت تفهم، تفقوا، مش مشكلة في هذا، لكن أنا كيفاش نبني؟ هل كان خلاف بينكم سياسي؟ خلاف بيناتكم سياسي؟ عزدي ميهوبي كان محسوب على تيار، ولخضر بن تركي يتعاطف مع تيار سياسي أخر؟ أو مع حزاب، خلينا نسميه الأسماء بمسامية، الأشياء بمسامية؟ أنا شوف، أنا تعاطف، هو الوسيلة اللي لقاوها، الوسيلة اللي لقاوها أنني أنا ضد العهدة الخامسة في ذلك الوقت، ضد العهدة الخامسة، وهو اللي يكلمني بها يعني أنا، مثل موجود بالحياتة، أنا قد رح تنطلق معها، عايت لي، قال لي الرئيس يحضره في العهدة الخامسة، وقالوا لي لازم تروح، قلت له ما عليش نروح، ما كان حتى مشكلة، يعني تروح من ديوان وطني الثقاف والإعلان؟ نروح من ديوان، ما عليش، قلت له كين حاجة برك، أعطي لي على الأقل 24 ساعة، قال لي لا ضرك، سرقت، حرقت، خنت، ما علاقة ديوان الوطني الثقاف والإعلان بالعهدة الخامسة، ما قادر يدير ديوان الوطني الثقاف والإعلان بالعهدة الخامسة؟ لا، هذا ما قال لي، أنا أقول لك، ما قال لي؟ في ذاك الوقت، نحن كنا دائرين جولة عبر وليات وين نهدي في العصاب، دائرين جولة عبر وليات وين نهدي في العصاب، لكن هذه الجولة قريئت في ذاك الوقت على أساس أنه دعم لمشروع التمديد ومشروع الوهدى الخامسة، أنا داك، مشروع الوهدى الخامسة، ولينا ضد الوهدى الخامسة، حتى إذا كنا نبحث عن الوهدى الخامسة،